لم ينتظر الكثير من الناخبين الأمريكيين إشراق شمس الصباح للتوجه إلى مراكز الاقتراع في الولايات المشاركة في انتخابات ما يعرف هنا بالثلثاء الكبير فاحتشدوا بالعشرات أمام مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى قبل التوجه إلى أعمالهم قد يعكس الإقبال على الانتخابات التمهيدية إدراكا لدى الناخبين بأن أصواتهم في مثل هذا اليوم ربما تكون حاسمة في تحديد هوية مرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري الذين سيخوضان سباق الرئاسة إلى البيت الأبيض فاسم الثلثاء الكبير لم يطلق جزافا على الانتخابات التمهيدية الجارية اليوم والتي تخاض في إحدى عشرة ولاية على مستوى الحزبين بينما يقترع الناخبون في ثلاث ولايات أخرى لصالح المرشح الجمهوري ويختار الناخبون الديمقراطيون مرشحهم في جزر ساموة ربع الولايات تصوت يوم الثلاثاء الكبير هذه الولايات تمثل أجزاء مختلفة من البلاد وستقرر عدد المندوبين لكل مرشح وهكذا في محصلة هذا اليوم الانتخابي يضمن الفائزان من مرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري مئات المندوبين لصالحهم خلال مؤتمر الحزبين الصيف المقبل ولهذا فقد أمضى المرشحون الساعات السابقة وهم يجوبون المسافات الفاصلة بين الولايات المشاركة في الثلاثاء الكبير في محاولة أخيرة لاستقطاب الناخبين أعتقد أننا سنحقق نجاحا يوم الثلاثاء إذا توحد المحافظون سنتمتع بليلة جيدة يوم الثلاثاء نتجه للثلاثاء الكبير لدينا حظ جيد في مينيسوتا وحظ جيد في كولورادو وأوكلهوما ومساتشوسيتس وفيرمونت المنافسة المتوقدة بين المرشحين لم تغيب الزخم الذي يرافق حضوظ كل من هيلاري كلينتون على الجانب الديمقراطي ودونالد ترامب على الجانب الجمهوري في انتخابات الثلاثاء الكبير فاستطلاعات الرأي تمنحهما فرصا أوفر بالفوز في معظم الولايات المشاركة ولايات تكتسب نتائج الانتخابات التمهيدية فيها أهمية خاصة لأسباب عدة إذ يعد الثلاثاء الكبير بمثابة اختبار لأراء الناخبين في الولايات الجنوبية المحافظة والتي يشارك الناخبون في سبع منها في الانتخابات بما في ذلك ولايات كبرى كتكسيس وفرجينيا وجورجيا كما تشارك ولايتان شماليتان بارزتان في الانتخابات هما ماساتشوسيتس وفيرمونت التي يمثلها المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز في مجلس الشيوخ الأمريكي ومن مقاطعة أرلينغتون وهي بالطبع في ولايات فرجينيا ينضم إلينا مرسل الحرة هشام برار هشام ما هي أهمية ولاية فرجينيا في انتخابات The Big Tuesday أو الثلاثاء الكبير كما يطلق عليها بكل أحد هي منيسة المندوم نفس علي يحتل الصدارة بالنسبة للجمهوريين وبات مترشحا محتملا للحزب الجمهوري في الانتخابة الرئاسية وهو دونالد ترامب الذي عقد تجمعات انتخابية هنا في هذه الولاية بل مهم لهو الحصول على هذه الولاية لترسيخ ذلك الترشيح لا سيما وأنه يحاول استمالة واستقطاب اليمينيين المحافظين في جنوب هذه الولاية طبعا نحن أمام أحد مراكز الاقتراع هنا لهذه الانتخابات التمهيدية تركيز الجمهوريين بالذات على المنطقة الجنوبية حيث أبرز زعماء الإنجليين المسيحيين الذين يعول عليهم ترامب في دعمه بالمندوبين الضروريين للحصول على ترشيح الحزب معلوم أن أهمية هذا التلتاء الكبير تأتي من حيث عدد المندوبين المتنافس عليهم الذين يصلوا عددهم إلى 595 في هذا اليوم الواحد فقط يوم التلتاء الكبير كما يسمى فبالتالي إذا حصل ترامب على عدد كبير من هذه الأصوات أصوات المندوبين فيكون بالفعل قد فرض نفسه طبعا سيكون من الموابكر الحديث عنه كمرشح للحزب لأنه لن يحصل بالنسبة للجمهوريين 1237 مندوبا وبالنسبة للديموقراطيين 2383 مندوبين فبالتالي المرجح هو أن هذا السباق وهذه المنافسة ستستمر لأسابيع بل ربما لأشهر وحتى بالنسبة للجمهوريين قد تتبقى إلى يوم المؤتمر الحزب الجمهوري الذي سيعقد في يوليو من هذا العام فبالتالي اليوم مهم في غاية الأهمية من حيث كسب وحصاد عدد المندوبين لكنه لن يقوم بشكل أجل نعم أشكرك هشام برار على هذه المداخلة وبالطبع نعتذر عن هذا الخطأ التقني في الصوت والصورة شكرا